في تحديٍ أمنيٍ لمكافحة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون أعلنت فرقة تدخلٍ خاصة في مدينة زوار غربي إيبيا القضى على عددٍ من المسلحين من جنسياتٍ أفريقية مختلفة ورفقاً للفرقة فإن هؤلاء المسلحين كانوا يحوزون على أسلحةٍ ومعداتٍ عسكريةٍ داخل مقرٍ عسكريٍ تابعٍ لأحدى الوحدات العسكرية في منطقة الغربية بدأت هذه العملية بمطاردة أحد المطلوبين في قضايا متعددة بينها الاعتداء وتهديد الواطنين إضافةً إلى قضايا تتعلق بالهجرة غير ضمجة وعندما لذى المطلوب بالفرار قادته خطواته إلى مقرٍ تابعٍ لأحدى تشكيلات المسلحة في أحدى ضواحي المدينة وبعد تطبيق الموقع والمدهمة تمكنت القوات الامية من إلقاء القبض على المتهمين ليتضح لحقاً أن هذا الموقع كان يستخدم لأنشطة الهجرة غير نظامية والاحتجاز المهاجرين